نتحدث مع السيد القائد قائد عمليات بغداد السيد الفريق الركن السيد جليل ربيع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله مرحبا مرحبا رب يبارك وماشاء الله بتقدم جيد الحمد لله اليوم عمس حقيقة ساعة ستمية شرعة قياة عمليات بغداد وكل القوات المشمولة بعمليات والمشتركة بعمليات إرادة النصر بشرت بواجباتها حقيقة على الهداف المخصصة لها خيالة عمليات بغداد أننا محور من هذه المحاور من أربع محاور حقيقة تقدم وفق التوقيتات المخصصة بصبحات العملية اليوم باشرنا ساعة ستمية اليوم باشرنا وقت أكثر مبكر من هذا الوكالة الاستخبارية جاءت تعمل معنا تعاون المواطنين جيد نحن تعرف التارمية حقيقة منطقة مؤمنة وآمنة ولكن هناك بعض المجامع الإرهابية تبتز المواطنين والتي تتعرض أحيانا للقوات الإرهابية اليوم هذه العملية حتى تنهي التواجد هذه الزمر الإرهابية فيها التارمية وتكون التارمية حالا حالا كل مناتق حزان بغداد مناتق مؤمنة مية سيادة القادة العملية صالها يومين فعلية؟ نعم بضبط يوم أمس واليوم نقدر نطفت حصيلة معينة عن اعتقالات الإرهابية؟ نشوف العملية بدايتها نعتبرها بالنسبة أنه بالتأكيد هناك بعض النتائج تحققت بعض الناس مشتبه بهم تم القارقبض عليهم وإحنا كل شخص مشتبه به أما إذا ثبت عليه شيء يحل القضاء وإذا هاي لا يفرج عنه مباشرة العملية قلت لك في بداياتها القطعات اليوم مشتركة قطعات حقيقة جاي حتى تحقق أهداف محددة به هذه العملية التوقيتات عندنا وقت كافي نعم فتوحة الفترة؟ نعم نعم العملية نحن بالنسبة لتوقيتاتنا والوقت بالنسبة لنا نمشي بخطوات واثقة ووقت بالنسبة لنا غير مضطرين أو محرجين بالوقت عام من الوقت عدنا جيد وقدراتنا إن شاء الله كبيرة قدراتنا كبيرة حتى نحقق أهداف هذه العملية طيب أكو عدد معين لأعدد قواتنا الأمنية المشاركة أكو رقم معين؟ شوف قيادة حميلة بغداد اشتركنا نحن لواء 23 اشتركت قوات عدنا وقوات أيضا من قيادة حميلة بغداد بتشكيلاتها اشتركت بهذه العملية والوكالة الاستخبارية ايضا اشتركت بهذه العملية نحن في قاطعنا فقط قيادة حميلة بغداد مشتركة وفي قوات عخرى هناك قوات عشتركة شرطة اتحادية في محمر وأيضا رد السريع في محمر والفرقة التاسعة في محمر كان في السابق أكو بعض البعد عن ابن الطارمية عن رجل الأمن اليوم نشوف أكو تفاعل جيد نشوف أهل الطارمية أهلنا وناسنا وحقيقة العلاقة بيننا وبين أهل الطارمية علاقة وثيقة وثقة متبادلة كبيرة اليوم نلمسها هذا أنا كنت صباحا مع القطاعات ويتحدثون القطاعات وهذا مو غريب عليه الطارمية أنه بيوت الطارمية تفتح إلى المقاتلين حتى يتغدون أو يباتون في البيوت يعني تعرف هذا شيء كبير اليوم شقد مقدار الثقة بالقوات الأمنية هذه يمكن كانت قبل ضعيفة أو مفقودة اليوم تواجدتها تجدها حقيقة على الأرض وهم أهلنا وناسنا والقوات الأمنية جاية حتى تزيل الحيف عن أهل الطارمية هذه مجاميع إجرامية تتحكم وتبتز المواطنين يريد نشتذها وهذا تواجد لهم في الطارمية وقلت لك تكون الطارمية حال حال أي مناطق أخرى في بغداد مواما إن شاء الله للجميع إن شاء الله للجميع وإلى أخير يتشيلوا الجمالية الحوارنا شىقت الطارمية حلوة؟ الناس شايف الطارمية صارت 3 سنوات أفتر بالطارمية طارمية جميلة فعلا سلة بغداد وكل حزان بغداد هو حقيقة مناطق مخضرة ومناطق زراعية وأهلنا أهل بغداد بشكل عام أهل بغداد ناس طيبين مرحبا حياك الله تحياتنا إلى أيضا كل قواتنا الأبنية والأبطال والمقاتلين الذين يتحملون هذه المشقة الحرارة الشمس والتواجد في المناطق الخطرة جدا